قناة رواياتستان تقدم الرسالة الضائعة قصة بوليسية للكاتب التشيكي الكبير كارلت شابك أداء صوتي أحمد رمضان الجمال خاطب السيد الوزير زوجته بينما كان يجهز بشوكته لقمة كبيرة من الصلطة يدخلها في فمه يا بوجينكا أتدرين لقد استلمت بعض ظهر اليوم رسالة يتوجب علي طرحها أمام مجلس الوزراء وهي ستثير اهتمامك بالتأكيد لكن إن تصرب شيء عن مضمونها فإن أحد الأحزاب سيقع في ورطة حقيقية سأعطيق إياها لتلقي نظرة عليها لكن السيد الوزير قال ما قاله وهو يمد يده إلى جيب صديريته الأيصر أولا ثم الأيمن مهلك قليلا أينها؟ همهم الوزير متحسسا جيبه الأيصر من جديد ثم وضع الشوكة جانبا وبدأ تفتيش كل جيوبه الأخرى بكلتا يديه المشاهد اليقظه سيلاحظ أنه لوزير كهذا عددا مفاجئا من الجيوب على ما أمكن من كل أجزاء جسمه وأطرافه مثله مثل كل رجل حقيقي آخر وأن في تلك الجيوب مفاتيح وأقلام دفاتر ملاحظات وصحف المساء حقيبة نقود وأوراق إدارية ساعة ومنظفات أسنان رسائل قديمة ومحرمة علبة كبريد وتذاكر سينما قديمة قلم حبر وغيرها الكثير من حاجات الاستعمال اليومي وأن الوزير كان يدمدم وهو يعبث بتلك الجيوب أين وضعتها؟ إنني مجنون لننتظر وذلك كما كان سيفعل أي كائن بشري آخر راح يبحث في جيوبه عن شيء ما لكن زوجة الوزير لم تعر انتباها كبيرا لهذا الحدث وإنما قالت ما يتوقع من أي سيدة أخرى أرجوك من الأفضل أن تأكل سيبرد الطعام حسنا قال السيد الوزير معيدا كل محتويات جيوبه إلى مكانها المناسب على الأغلب أني تركتها على الطاولة في غرفة النوم هناك أنا قرأت تلك الرسالة تصوري قال ذلك بحيوية وتناول قطعة خبز تصوري أن أحدا ما يرسل لي نسخة أصلية منذ لحظة واحدة قال ذلك بعصبية ونهض عن طاولة الطعام سألقي نظرة على غرفة العمل فقط على الأغلب أني قد تركتها على الطاولة هناك وغاب بما أنه لم يعد حتى بعد انقضاء عشر دقائق ذهبت السيدة ورائه لإلقاء نظرة على غرفة العمل السيد الوزير كان يجلس وسط الغرفة على الأرض ويدقق في الرسائل وأوراق الملفات التي أخرجها من طاولة الكتابة هل أسخن العشاء؟ سألت السيدة بوجينا بحزم يا الله لحظة قال الوزير شارد الذهن على الأغلب أني دسستها بين هذه الأوراق من السخف أن لا أجدها هذا هذا غير ممكن يجب أن تكون هنا في مكان ما نصحت السيدة زوجته تناول طعامك أولا وبعد ذلك ابحث عنها لحظة لحظة قال الوزير متضايقا سآتي حالما أجده إنه مغلف أصفر كم أنا مجنون هم هم وهو يجمع ملفات أوراق أخرى هنا على هذه الطاولة قرأتها ولم أتحرك من هذا المكان إلى أن دعيت للعشاء أين يمكنها أن تختفي سأرسل لك العشاء إلى هنا قررت السيدة ذلك وطركت الوزير على الأرض وسط أوراقه ثم ساد هدوء أما في الخارج فكان يسمع حفيف الأشجار وتساقط النجوم كان منتصف الليل تقريبا عندما بدأت السيدة بوجينة تتثائب متجهة نحو غرفة العمل لتستطلع الأمر وقف الوزير وسط غرفة العمل المنكوبة بلا سترته وشعره كالتشعث والعرق يتصبب منه أكوام الورق المبعثرة في كل مكان على الأرض والمفروشات مسحوبة بمسافة عن الحائد والسجاد ملقى في الزاوية أما على الطاولة فطعام العشاء الذي لم يمسه أحد بحق الإلهي يا رجل من الذي تفعله هضرت السيدة بوجينة أجابها السيد الوزير وقد تخبل يا إلهي اتركيني وشأني ماذا دهاك أتريدين أزعاجي كل خمس دقائق لكنه أدرك مباشرة أنه ظلمها فأردف باعتذال الأمر يستدع مني أن أبحث بشكل منهجي أتدرين كل قطعة بقطعتها لا بد أن أجد رسالة هنا لأن أحدا غيري لم يطع هذه الغرفة لكن لو أن هذه الأوراق لم تكن مبعثرة عندي هنا أنا أساعدك ألا تريد؟ اقترحت عليه السيدة بوجينة متضامنة لا لا لو فعلت ستبعثرين كل شيء هنا أعرضها الوزير ملوحا بيديه وسط تلك الفوضى العارمة ما عليك سوى أن تذهبي للنوم أنا حالا ذهب السيد الوزير في الثالثة صباحا وقد ضاقت أنفاسه لينام وحدث نفسه هذا غير ممكن ففي الخامسة أحضروا لي البريد وكانت هذه الرسالة ذات المظروف الأصفر في عداده قرأتها عند طاولة الكتابة حيث عملت حتى الثامنة وفي الثامنة ذهبت لتناول العشاء وبعد خمس دقائق تقريبا هرعت إلى غرفة العمل ليبحث عنها وخلال الضقائق الخمس تلك ما كان لأحد أن يستطيع الدخول إلى هنا وهنا قفز الوزير من الفراش بأرجل مستقيمة واتجها نحو غرفة العمل وطبعا كانت النوافذ مفتوحة وهي في الطابق الأول وفوق ذلك لجهة الشارع هذا غير معقول قدر السيد الوزير الأمر هل من المعقول أن أحدا ما قد دخل عبر النافذة لكنه حزم أمره يجب علي في الصباح أن أتحقق الأمر من هذه الناحية أيضا ألقى السيد الوزير بجسمه مرة أخرى على السرير فلننتظر وتذكر قرأت ذات مرة في كتاب ما أن مثل هذه الرسالة لن تلفت انتباه أحد لو وضعت أمام الأعين مباشرة لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة مباشرة هيا إذن وأسرع من جديد إلى غرفة العمل لينظر إلى الأشياء البادية للعين ليرى أيضا أكوام الورق وأشريطة الكهرباء المنزوعة والفوضى العارمة التي تبعث على المرارة عاد الوزير إلى غرفة نومه شاتما متأوها وظل دون نوم ضبط نفسه حتى السادسة صباحا فقط وفي السادسة على سياحه على التليفون مصرا على أن يقز وزير الداخلية من النوم ثم تقضية مهمة أتسمعني يا رجل؟ ولما تم الاتصال أخيرا راح يتكلم بحرارة هلو السيد الزميل أرجوكم أرسلوا لي فورا لكن فورا ثلاثة أو أربعة من رجالكم الأكثر حنكة ماذا؟ نعم رجال مباحث ممن تعولون عليهم طبعا لقد ضع لي ملف هام السيد الزميل إنه حادث يستعصي على الفهم نعم سأنتظرهم ابقاء كل شيء على ما هو أعتقدون أن هذا ضروري؟ جيد سرقة لا أعرف طبعا سري للغاية لا تخبر أحدا عن ذلك شكرا لكم وسمحوني لأنه احترامي أيها السيد الزميل اتضح في الثامنة أن هؤلاء الأكثر حنكة والذين يمكن التعويل عليهم هم في نهاية المطاف سبعة سبعة رجال من ذوي القبعات السود وصلوا إلى بيت السيد الوزير بإمكانكم أن تفتشوا أيها السادة أشار الوزير وهو يقود رجال السبعة الأكثر حنكة إلى غرفة عمله هنا في هذه الغرفة تركت البارحة شيئا رسالة مهمة رسالة مهمة جدا بمظروف أصفر العنوان مكتوب بحبر ليلكي اللون أحد الرجال السبعة الأكثر حنكة صفر هذا مخربط الدنيا هنا قالها بتعجب المختص وأردف خنزير لعين من؟ لأنه قال الوزير مرتبكا ذلك الصرق أفض الرجل المباحث مستعردا بنظرة انتقادية هذه المصيبة الإلهية الهابطة على غرفة العمل احمر وجه السيد الوزير قليلا وقال مباشرة لأنه أنا هذا هذا هنا بعثرت قليلا عندما بحثت عنها وهكذا يا سادة أنا أنا لا أستبعد إطلاقا أن هذه رسالة موجودة هنا في مكان ما مركونة أو ساقطة ولكي أعبر بذقة لا يمكن أن تكون في مكان غير هذا أعتقد أنه نعم أستطيع التأكيد مباشرة إنه يجب تفتيش هذه الغرفة بشكل منهجي لكن هذه قضية تقم لتقوموا بما يقدر عليه الإنسان في القدرة الإنسانية مسائل لا يمكن حصرها لهذا أغلق ثلاثة من الرجال الأقصر حنكة غرفة العمل على أنفسهم ليفتشوا بشكل منهجي وإثنان منهم حقق مع الخادمة والطباخة والحارس والصائق أما الإثنان المتبقيان فذهب إلى جهة ما من المدينة لكي يبدأوا البحث كما قالوا أعلن أول ثلاثة من الرجال الأقصر حنكة مساء ذلك اليوم أنه من المستبعد تماما وجود تلك الرسالة الضائعة في غرفة عملي السيد الوزير لأنهم خلعوا حتى الصور من إطاراتها وفككوا المفروشات وأعطوا كل ورقة رقما الإثنان الآخران تحقق من أن الخادمة فقط هي من دخل غرفة عمل الوزير وذلك عندما حملت العشاء بناء على أمر السيدة بوجينا بينما كان الوزير يجلس على الأرض بين أوراقه وليس مستبعدا أنها استطاعت خلال ذلك الوقت سرقة رسالة ما بدأوا يحققون لمعرفة من هو عشيقها إنه حمال من الخطوط الهاتفية ويحرصه الآن أحد الرجال بسرية تامة آخر اثنين كان يبحثان في مكان مجهول وفي تلك الليلة لم يستطع السيد الوزير الإغفاء كان يكرر باستمرار الساعة الخامسة وصلت تلك الرسالة بمظروف أصفر قرأتها عند طاولة الكتابة ولم أغادر المكان حتى العشاء ولهذا لابد أنها بقية هناك وهي ليست هناك امتلأ حزنا وضيقا من تلك الألغاز المقيتة والمستحيلة عموما لدرجة أنه تناول حبوبا منومة ونام كخشبة حتى الصباح وفي الصباح لاحظ أن واحدا ممن هم أكثر حنكة يطوف ليس معروفا لماذا حول بيته أما الآخرون فقد بدأوا البحث في كل أنحاء الجمهورية هاتفه وزير الداخلية القضية أخذت مجراها آمل باستلام تقرير قريبا وحسب ما ذكرته لي أيها السيد الزميل عن محتوى الرسالة بإمكاننا القول من هو المعني بها لو استطعنا القيام بتفتيش منزلي لأحدى غرف السكرتاريا أو إحدى إدارات التحرير لأمكننا معرفة المزيد لكني أؤكد لك أن القضية أخذت مجراها شكر الوزير بصوت واهن فقد كان منهكا جدا ويغالبه النعاز وحقيقة فقد اكتفى في ذلك المساء بالدمدمة قليلا ثم ذهب بنصف فم إلى سريره قرابة الساعة الواحدة كانت ليلة قمرية صافية سمعت السيدة بوجينة صوت خطوات في المكتبة حفزها لدرجة أنها تسلحت بكل عزيمة النساء الرائعات وصارعت على رؤوس أصابعها نحو المكتبة كان الباب مفتوحا على مسراعيه وإحدى خزائن الكتب مفتوحة وقد وقف السيد الوزير بملابس النوم أمامها كان يدندن بهدوء نغمة ما بينما راح يقلب بجدية صفحات إحدى المجلات بحق الإله يا رجل تنهدت السيدة بوجينة من الذي تفعله هنا؟ قال الوزير دونما تركيز أريد فقط أن أنظر هنا في الظلام؟ استغربت السيدة بوجينة إنني أرى زعم الوزير وقذف بالمجلد إلى مكانه ليلة سعيدة قالها بنصف صوت وصار ببطء نحو غرفة نومه هرقت السيدة بوجينة رأسها تعجباً وقالت لنفسها مسكين إنه لا يستطيع النوم بسبب هذه الرسالة التعيسة في الصباح بدأ وجه السيد الوزير متورداً ومرتاحاً تقريباً قالت السيدة أرجوك ما الذي كنت تبحث عنه ليلاً في المكتبة؟ وضع الوزير الملعقة وأجهض عينيه أنا؟ ما الذي يدور في ذهنك؟ ما الذي يدور في ذهنك؟ أنا لم أكن في المكتبة أنا كنت نائماً كهدهد لكن يا فلاديا لقد شهدتك هناك وتحدثت معك كنت تقلب صفحات كتاب وقلت لي بأنك تريد النظر إلى شيء ما هذا هراء قال الوزير غير مصدق ربما تحيأ لك ذلك فأنا لم أستيقظ طوال الليل لكن زوجته أكدت له كنت تقف عند خزانة الكتب الوسطى وزيادة فإنك لم تشعل الضوء وكنت تقلب صفحات المجلد في الظلام وقلت أيضاً إنني أرى طوق الوزير رأسه بكلت يديه وحشرج مرتبكاً يمرأة هل أنا من هؤلاء الذين يمشون في نومهم؟ دعين من هذا بذلك هدأ نفسه لقد تهيأ لك ذلك فأنا بالتأكيد لست واحداً من هؤلاء أصرت السيدة بوجينة على ما قالته حدث ذلك الساعة الواحدة وأضافت بن زعاج لعلك تريد القول أني مجنونة حرك الوزير الشاية بالملعقة وقال فجأة رجاءً أريني أين جرى ذلك قاضته السيدة بوجينة إلى المكتبة كنت تقف هنا عند هذه الخزانة ووضعت مجلداً هنا في فتحة الخزانة هنا حرك الوزير رأسه وقد توزعت أفكاره في تلك الفتحة كان صف من مجموعات القوانين والتعليمات الكاملة الحساسة إنني مجنون حقاً دمدماً وهو يلامس بأصابعه حواف الكتب العليا وعلى نحو أوتوماتيكي سحب مجلداً كاملاً رأسه مقلوب إلى الأسفل وقد انفتح بين يديه تلقائياً في داخله وضع مظروف أصفر ومعنون بحبر ليلكي اللون أتريني يا أبو جينكا؟ استغرب السيد الوزير كنت سأقسم بأني لم أخطو خطوة واحدة من غرفة العمل لكن الآن فقط هتذكر بضبابية كيف قلت لنفسي عندما قرأت هذه الرسالة يتطلب الأمر مني أن أطلع على أحد القوانين الصادرة عام 23 ربما أني بعدها حملت هذا الكتاب إلى طاولة الكتابة وأردت تدوين ملاحظة لكن بما أن هذا المجلد كان ينغلق باستمرار كنت بوضع هذه الرسالة فيه كما يوحي كل شيء بذلك وعلى الأغلب أني عدت وأغلقت دفتي الكتاب المشرعة ثم أعطته بصورة أوتوماتيكية إلى مكانه لكن القول أني قصدت رؤية الكتاب من غير وعي في الحلم هو أنه أتعلمين لا تكلمي أحدا عن ذلك إذ ربما سيعتقد الآخرون أني وهذا لا يخلف انطباعا جيدا لديهم أقصد هذه المعلومات النفسية الغريبة بعدها بقليل هاتف السيد الوزير بضجيز الاستحسان زميله وزير الداخلية هلو السيد الزميل هكذا فإن رسالة الضائعة لا كيف ذلك لستم على ضرب الأثر إنها قد أصبحت بين يدي الآن ماذا كيف وجدت لن أقول لكم أيها السيد الزميل تعلمون ثمة أساليب أنتم في وزارة الداخلية لا تدرون بها بعض لكنني أعلم أن رجالكم قد قاموا بما يستطيعونه وليس ذنبهم أنهم ليسوا في مستوى لا 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 من الأفضل أن لا نتكلم بصددي هذا الأمر العفو العفو أهلا أهلا إلى اللقاء إلى اللقاء أيها السيد الزميل تمت بحمد الله ترجمة نانسي قنقر